مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من الحياة عودناكم دائماً في حلقاتي من الحياة أن نفتح ملفاً من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل قطاع عريض من مشاهدين الكرام وفي الحقيقة في هذه الحلقة نتناول موضوعاً غاية في الأهمية وغاية في الحساسية تكلمنا حول هذا الموضوع كثيراً على مدار سنوات كثيرة مضت ولازال هذا الموضوع هو الموضوع القديم الجديد وكلما عقدنا لقاءات حول موضوع حلقة الليلة كلما طالبنا السادة الأفاضل المشاهدين بطرح مزيد من الرؤى والأفكار حول هذا الموضوع على وجه التحديد وأن لا يكتفى بطرح ضيف أو ضيفين اعتيدة عليهم من خلال وسائل الإعلام أن يظهروا كثيراً لأن هناك كثيراً أيضاً من أصحاب هذه القضية يودون أن يتكلموا لوسائل الإعلام برؤاهم وأفكارهم حول كيفية حل هذه المشكلة نتكلم في حلقة الليلة حول ما يتعلق بقانون الإيجار القديم هذا الموضوع الشائك والحساس جداً لأنه يشغل قطاع عريض جداً من السادة الأفاضل المشاهدين والمتابعين يشرفني واسعدني على طاولتي من الحياة لمناقشة هذا الموضوع الشائك أي يكون معي ومعكم في هذه الحلقة الأستاذ عزة عبد السميع الرئيس الشرفي لاتحاد مستأجري مصر أهلاً ومرحباً نورتنا وشرفتنا فهلاً أيضاً يشرفني في هذا اللقاء أي يكون معي ومعكم الأستاذ مصطفى عبد الرحمن رئيس اتلاف ملاك العقارات القديمة أهلاً ورحباً نورتنا وشرفتنا أبدأ بداية مع الأستاذ مصطفى أستاذ مصطفى يعني ما يتعلق بقضية الملاك وأنهم دايماً طبعاً في خلال لقاءات كثيرة مضت في برنامج من الحياة وغيرها أيضاً من الحوارات المجتمعية عبر عدم وسائل الإعلام يتكلمون أنهما مظلومين أنهما محسوب علينا أنهما أصحاب أملاك وبعضنا إلى الآن عايش في شقة إيجار جديد وأولادنا عايشين في شقة إيجار جديد بينما المستأجرين الموضين معنا في العمارة بيدفع مثلاً إيجار عشرة جنيه ولا خمسين ولا أقل ولا أكثر في وقت إنه في نفس المنطقة دي الإيجار وصل لخمس تلاف وعشر تلاف جنيه فشايفين إن الصورة غير عادلة تصور حضرك إيه أولاً أنا بشكر حركة الدعوة الكريمة وأهلاً بحضرتك والسادة الزملاء زي بقولت حضرتك يعني القضية بقالها مدة وإحنا بنعاني معانات كبيرة بس في أرقام كده عايز أقولها لحضرتك أن حالياً حجم الإيجار الأديم وأنا بتكلم في معلومات يعني غير مطلوب الشكل فيها لأن دي معلومات بأوراق مستندات نعم الإيجار الأديم كان في 2017 كان ثلاثة مليون شق وحدة تنقسم سكني تجاري شقية الاعتباري والطبيعي حالياً دلوقتي أصبحوا 2500 وحدة من خمسين لستين في المية منهم مغلق يعني إيشقة مغلقة أو وحدة مغلقة محل يعني اللي ساكن فيها لما تنتوفوا وما فيش حد ممتد ليه بشكل قانوني أو أن المستأجر استغنى عنها نعم دول حضرتك يمثلوا من خمسين لستين في المية من الحجم الاثنين مليون ورص طبعاً بالنسبة للملاك ما فيش شك أن الملاك يعني دعمت المستأجرين بل الشعب المصر كله دعمنا على مدار سنوات يعني عايزين نقول يعني من قام الملي أنا أرى أن المستأجرين يعني في كثير من اللقاءات الماضية بيتحفظوا على كلمة أنتو دعمتوهم دعمتوهم إزاي؟ بفندم دا حقيقة وقت وقت أصلاً حقيقة لست دولة ولا جهة معني لا لا مهي بس كده تمام أنت وعمر بيه تتكلم في حاجة مشكلة جدا أنت بتقول لسنا دولة لكن الدولة بتعتبرنا دولة هي الدولة اللي اعتبرتنا دولة احنا مش دولة احنا قطاع هما المستأجرين بيقولوا طبعاً هرجع لأستاذ عزت لكن بيقولوا أنه معلش في الكلمة يعني أنا لما جت أجرت من حضرتك لو أولده أو أياً كان مني اللي أجر يعني أجر من حضرتك مش أجر بناء على العقد مبرم بين الطرفين هذا العقد واضح وأنت قبيلت به وبالتالي أنت جاي الوقت تقول لأنا قد بدعمك طول الفترة فيه هنا مغلطات كبيرة جداً وأزبتها لك بالمستندات أولاً يا فندم العقد دا قرع عليه تخفيض الكاميرا بس كده تخفيض لأ هي بل أنت عملها بالمقلوب لا أهي تمام تخفيض الإجارات أهو دا تخفيض الإجارات تلت مرات نعم بعدما العقد تكتب وتكتب بين المالك والمستأجر جي العهد النصري حب يعمل شعبية على حساب الملك فبقى يخفض الإجارات خفضها تلت مرات تمام ووصل الأمر إنه هو كمان دا مش أخي مش كده كمان دا وصل الأمر إنه أصلاً المالك ما بقاش حر في ملكه إزاي ما بقاش حر في ملكه ما تورده ما دا عافظ عافظ بغض النصري إحنا معه ضد هذا التصور أو هذا الواقع الذي حدث لكن في الأول إخد ما دعمتهوش الدولة خد القرار معين ما أنا هرد عنه خد القرار معين ألزمك وألزمني المستأجر إحنا دعمنا وأنا هرد على حضرتك تماماً بغض دلوقتي إحنا بندعم تدعم لما يكون إنت صاحب إرادة لكن إنت مش في لك حاجة أصلاً لا أنا صاحب ملك أيوة صاحب ملك لكن إنت الوضع مفروض عليه كل وقت أصلي إمتى أقول دعم لما يكون إنت صاحب قرار في الأمور لأ أنا دعم مقبر إنت لو صاحب قرار هتماشي فوراً بتكلم حضرتك صح ودي كلمة حق إحنا بندعم مقبرين بس خلينا بس حضرتك في اللي أنا هقوله دلوقتي إحنا دعمنا لما يكون الحاجة الشقة التجارية تسوى من خمس تلاف لعشر تلاف والمستأجر يدفع فيها تلاتة واربعة جنيه وعشر جنيه ده تسميه إيه يا فندي سامينه أنت مغلوب على أمرك يبقى ما هو دعم مش دعم أنا حاجة أنت مغلوب على أمرك أنا المغلوب أنا مفروض بالوقتي الشقة والدليل على كده إيه لو كان في إيدك يا وصنو الصفة عفواً لو كان في إيدك تمشيه كنت تمشيته ولا قعدته لا إحنا في دولة يا فندي أنا بساك سؤالي واضح لو في إيدك تمشيه كنت تمشيته مش دعم بقى لا لا دعم يا فندي أنت عمل زي يا أستاذ مصطفى واحد كان عنده غزالة طلعت تجري منه طلعت يجري وراها يجري وراها يجري وراها ما لحقهاش قال له روحي أنت لله لا 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 والغزالة قال للغزالة أحنا مش عارفين لمساكها لا يا فندي لا لا ده مسل مع احترامي لحضرتك أحضرتك معلش مغلوب على الأمر في هذه القضية يا فندي ما تمسل لحركة قلت ده ما يا احترامي طبعا ما انت بكش علينا لين السبب تفضل احنا في دولة هي اللي وقضى أملكنا الدولة يا فندي هل أنا هسأل حق سؤال محدد هل الدولة تملك ملكي؟ لا احنا طبعا لما بنقول دولة ما بنقولش على العهد الحالي رئيس عب فتاح السيسي أبدا أبدا ده محدش يعني بصراحة يحسب لفخامة الرئيس عب فتاح السيسي أنه هو الوحيد اللي تكلم بكل جراءة في سنة 22 وتكلم كلام محترم جدا وبال بال سيادة الرئيس عب فتاح السيسي قال ايه بقى؟ قال حاجة مهمة جدا قال لك هو احنا الموضوع ده مش هنرحص منه بقى واللي بيتكلمنا عن المكتسبات المكتسبات بتوع المكتسبات ماتوا وبعدين أنا أرضح لك في حكاية الدعم فن أنا دلوقتي لما أنا عندي محل المحل ده أنا أجاره عشر تلاب جنيه في الوقت الحال في الوقت الحال حلال وأنا بأتكلم حضرتك بالوقت الرجل بيدفع لي ستين جنيه ده أنت تعتبر ده ايه؟ أنا شخصيا شده ظلم بس لا أنا شده ظلم لكن أنا أقول لحضرتك هل أنت في إيدك؟ لا مش في إيدك خليني أرجالك مرة تانية أستاذ عزت يعني فيما يتعلق بيه أن النقطة اللي هو ما بيوثروها الملاك إنه دعم المستاجرين طوال الفترة الماضية كيف تجد هذا التوصيف؟ عادتك بتقولي رقم 8 أنا مش هتكلم في رقم 8 أنا هتكلم في رقم 1 إيه رقم 8 مش فيه؟ لا حضرتك بتتكلم في رقم 8 1 تطبع 8 تمام أهو أنت بكلمني في سؤال في رقم 8 حل عشان أسخد رقم 8 لازم حضرتك تسمعني من رقم واحد تفضل رقم 7 أول حاجة مفيش حاجة قولة واحدة اسمها قانون إيجار أماكن قديمة مفيش كلمة في القاضون قديمة تمام خلاص الحاجة التانية حضرتك والمهمة أنا صفتي إيه؟ أنا صفتي إيه؟ تفضل أنا راجل محامي ومهما حكمة النقطة والدستورية العليا نعم خلاص فمثل فقريا أو شرفيا الاتحاد مستاجرين مصر يزيد ضمن ملايين السكان تجاري وسكن نعم وحدك أصلا مستاجر مستاجر تمام سكني ومستاجر تجاري تمام تمام سعدتك علشان هذا الاتحاد يضم مجموعة فخيمة مقاسرين شرفاء من أول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ شريف عبد السلام الجهار وهو زمير ومحمي نقطة ومجموعة غير عادية من القانونيين بتعمل الواجه الله لصالح المستاجرين بأصبرهم طرف ضعيف شأنهم شأن قانون العمل ولأنهم أيضا لهم صالح شخصي في الموضوع تسمح لي بس أيها عفوا لكن للتوضيح يلا حداك مستاجر وسشير مستاجر وبالتالي كلاكما صاحب مصلحة في الموضوع مثل 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 العامل اللي بيشتغل تحت جبروت وقهر وظلم رب العمل فقانون العمل جه عشان ينصر الضعيف اللي هو العامل نعم قدي سعدتك ورقة مختومة خدم النصر والأصل موجودة عندي في المكتب خلاص حضرتك بتسأل الأخ الموضيف نعم أولا صفته إيه لأ خليها مع حضرتك صفته إيه وبيشتغل إيه عشان نوصل لنقطة طلاقي صفته إيه وبيشتغل إيه بالنسبة للصفة بالنسبة للصفة أنا عارف إن في مالك بيلم الملك ولم المؤجرين ويغرب منهم فلوس خليها يجمع خليها يجمع تحفظنا على كلمة بيلم يعجب معا تمام أموال ويخسر قضايا عشان في الآخر يبع لهم أبو صبع بتاع العتبة بتاع العتبة شخصنت الموضوع لي مش شخصنت لا شخصنت لي ما تتكلم في القضية أنا أدعش في القضية هو خليه مالك ويكون مستاجر بخضر عن موضوعك محامي وهو كونه لا حضرتك هو مالك صفته إيه نعم صفته إيه هلو بيتكلم عن نفسه خليه مالك نعم خليه بي أنه بيتكلم عن نفسه بالضبط كده فضل بحضك برضو مستاجر تتكلم عن نفسك في المقضية أول لا بيتكلم بصفة رئيس رئيس إيه رئيس الاتحاد ومختم ختم النصر عند ساعتك ده ختم النصر أيوة فن عجيب يا أخي أيوة فن آه تمام ده ختم النصر أفادم أيوة فن من أقل لحدك أن ده ختم النصر بعد ذلك حضرتك عايز تتحقق من هذه الورقة مدرية التضامن الاجتماعي أيوة عالي زي جمعية جمعية أهلية أيوة عفوا خلال جمعية أهلية مختومة ومع ذلك ومع ذلك مش مختومة ختم النصر مختومة ختم الجمعية ده مش موضوعنا أنا عايز أتكلم في نقطة الطلاقة أنا جاي لحضرك أنا جاي لحضرك لنقطة الطلاقة أي جاي لحضرك لنقطة الطلاقة مش حصلش الموضوع خش في الموضوع علشان خاطر فضل علشان خاطر المشاهد وعلشان خاطر نوصل نجاح لبرنامج وعلشان خاطر عدد نزل سيد عزة وقت البرنامج ضيق ادخل في الموضوع و وشرتنا ارجوك ادخل في الموضوع ووشرتنا لا جابني ليه علشان تدخل في الموضوع و شرتنا لأ انا اما يتكلم انا حضرك بعديا ازلا حضرك انا معدي معك الساعة 5 جبتيني الساعة 5 وقعدت مماصر الجيل هنا تمام شغلت معي الساعة 5 يا سيد انا دلوقتي في المؤجر المالك القانون نصفه في ان هو من حقه واحد يخلي بعد خمس سنوات واجداده دورية سنوية الوحدات الإدارية اتنين ادى له الحق المؤجر المالك وده قانون انا بكلمش القانون اتنين ادى للمالك المؤجر الحق في زكاد المستأجر يمتلك اكثر من واحدة من حديثين سكازيتين او تجاليتين ان هو حق الفسخ والاخلاء القانون ادى للمؤجر المالك في ايام قبل القانون بن سفر ترتيسة واحدة واحدة وتأمين كان الخلو مجرم النص بن سفر ترتيسة واحدة 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 وتأمين عطر تجريم الخلو بالشيء يذكر ان قضية الفنانة مجدة الله يرحمها كان أحد المستجرين رفع عليها قضية خلوه بتالتالة بجنيه عشان ما تروحش المدعر الشراكي وعشان ما تزلش جلسة دفعت التالتة بجنيه وبعدين ترفعت قضية سدات وكسبتها القانون مستجرين اللي هو المتطبع الحاليا قد للمالك الحق المطلق ودون رقابة في الحصول على أي مبلغ خلوه حرام خلوه حرام 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 انت بتسغل لفرصتي انا معدي لقيت شقة فاضية انا عشان هنجر عايز كان الجنيه لي قيمته قيمت الجنيه بالمناسبة تعالى لو طبطة دي مسألة الإدارة مش مسألة تانا مش مسألة تانا الإدارة الإدارات الصح بتتقاس قوتها وعظمتها بسعر العملة بتاعتها لكن السؤال يا أستاذ عزيزي السؤال نحن مع بعض مع بعض زي ما أخذتك كلم معك مع بعض عشان أنا مرتب أنا مرتب اللي أنا هقوله وأنا هسمحك وارد عليك للصبح طب أنا ما هديش مشكلة أنا جاي لحضرزك وشرف لي تسلم حاجة تانية تالتة إن القانون إدى للمالك إنه هو ياخد فلوس بزي مجدى المفنانة مجدى الله أرحمها فلوس للمالك حرام خلوه تمام بدون عقاب وبدون جريمة بدون أي حاجة الحاجة الرابعة والمهم عطل حاجة اسمها لجان تقدير الإجارات لجان تقدير الإجارات اللي كان بتنزل عليهم الشقة عندي بخمسة جنيه لأ دي بتاعتها جنيه الشقة عندي بميج جنيه لأ دي بخمسين جنيه عطل واعطى ميزة مهمة جدا للمالك المؤجل في إنه هو يحدد القيمة الإجارية اللي هو عايزها مش المستحقة تبقى للقرار اللجنة خب بالك هو قال ألف جنيه تبقى ألف جنيه ألف خمسين جنيه تبقى خمسين جنيه وموضوع التخفيض إيه ما تجاه بعد ذلك حضرت لما أنا أتخفيض ده أيام الملكية بعد الملكية أنا بتكلم عن قانون الأحدث اللي هو الموجود حاليا 136 سنة 81 تمام قانون إيجار الأماكن غطى كل حاجة الدالو يحدد القيمة الإجارية أنا عقدي كده أنا عقدي مكتبي أكل يائشي وأربع المحمين معايا كده حدد القيمة الإجارية اللي هو عايزها وبعدين أيام بين مجلس الشعبي مجلس إنه زود القيمة الإجارية بصفة دورية سنوية حدد موصلة كام أنا أين كان أنا حدد بتتكلم عن الواقع خاصة بيك لا إيه ده قانون أيها أين بفعين بس أنت قلت ضربت مثال قلت منها مكتبي حددت مكتبي وصل كامل وقت لا مش هتقولك ملقاتش مكتبي وصل كام أنا أقولك أنا دفعت كام وفضل لي كام فضل لك كان فضل لي كام وأحاوله تمليك أنا دفعت من خلو والحرام وترافعت عن المؤجر فأربع قتالة من أكثر أضايا أتعبهم سووا شائتين أتعبهم سووا شائتين ما خدتش جديه عشان كان في أنت عايزوا للمالك ارتضى ذلك اللي وقته ده لا ما هو حضر صحنا تعسوك كده يا سيد بعدين حضرتك نعم حضرتك إذا كانت شكالية بمجدي للمشاهد تسمح لي أمشي يا سيد عزيز عفوا عفوا أنا بس أحتاجك سؤال في صلب اللقاء هلقترد علي و هترجع تنمي لكن مش كل ما هسأحتاجك سؤال هتقولي أو ما مشي السؤال بقى السؤال حضرتك الوقت كمستاجر هل ترى أن قيمة الإيجار الحلقة تتفحل المالك الآن هي قيمة عادلة على حسب وضع السوق لا قيمة حرام حرام ليه زي لأنه خد أكثر محق عجيب عجيب جدا أنا بقول لحضرتك كان فضل 9000 جنيه خد إزاي خد فضل حتخليه 9000 جنيه وحول تمليك عايزك صح من كده ما حصلش ليه عايزك أنا كان في كان عندي ظروف وكان فيه أيتام وستحرمت وقالت ما الأيتام ما الأيتام حرام في ناس في العمارة خدوا وخدوا وماتوا وتشلوا وماتوا ده أمره يحل في القضاء لا لا لكن لكن بسأ بشكل نعام بغد نظر عن وقاعة حداقة الشخصية أي واحد أنا النهاردة مثلا عندي شقة وليكن مأجرها من الأستاذ مثلا مصطفى في مصر الجليدة الشقة دي أنا مأجرها وليكن بعشر خمساشر جنيه من أمتى من سنين طويلة من تاريخها أمتى من سنين طويلة عشان أجيب على حضرت يا سيبش وقعة موجودة أنا أجيب مثلا في فرق ما أجيب ما أجيب الحضرت في السؤال فأنا مأجرها خمساشر جنيه وعشرين جنيه بينما الناس الجيران في نفس المنطقة مأجر نفس الشقة بنفس المساحة بنفس الفيو بتاعها بنفس كل حاجة مثلا بخمس تلاف جنيه أو أخلى أو أكثر هل القيمة بين هذا وده قيمة عادلة أنا أحضر لحضرت لا قيمة حرام برضو لأن المالك المؤجر خد من أبو خمساشر جنيه ما خدوش وقتها من المستجر قيمة حرام من ناحية شرعية أو من ناحية عاطفية من ناحية شرعية ومن ناحية دي ومن ناحية كلها الشرعية مش بتاع حضرتك الشرعية مش شرعات حضرتك هنا خليل حضرتك من ناحية عاطفية أو قانونية ده موضوع تسمحك 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 أنا أنا فكّنش على القانون نعم كون حضر لك أن أنت مش وقب بالك عندما مليش بالزمن طيب الله بارك ساعاتك في فرق بين عقدي قبل ساعة 81 وفي عقدي بعد 81 تمام عقدي قبل 81 القوة الشرعية خمسة جنيه كتتسوي خمسة جنيه له أما أفو تفضل 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 أنا 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 ما بحبش حد ابن النظام يا أستاذ عزت أنا اللي بقدم البرنامج وأنا الذي أديره لا منحق حضرتك ولا منحق حضرتك أنه يتدخل في شغل أما أما بالنسبة العقود اللاحقة على القانون 133 ساعة 81 فإذ مهشر للمرة التانية إدّي للمحق للمؤجري المالك إطلقاته المطلقة الكاملة ودون رقاب ودون رقاب أشكرك أعود لك المجدداً أعود لك المجدداً أكمل حضرتك أكمل حضرتك أكمل حضرتك أكمل حضرتك أكمل العدد لا أفواً أعود لك المجدداً تفضل سيدي تفضل أستاذ عمر ما احترام لحضرتك محترام للأستاذ والأستاذ أنا أخلش في الموضوع أحنا أفندم تفضل في الموضوع أحنا أفندم أنت حرق أستاذ مصطفحة لا لا مش هرد عليه أنا أرد على الدولة أنا في عندك قيادة سياسية أحنا أفندم دلوقتي طبعا مع احترامي عضيتنا مش مع مستأجر عضيتنا مع دولة تتمثل في الحكومة ومجلس النواب خلينا نقول القيادة السياسية بتقول إيه القيادة السياسية من أول فحمة الرئيس عبد فتح السياسي يتكلم في مقضياتنا كويس جدا وده تعليمات بالقانون رئيس الوزراء نفسه قال إحنا عارفين أن الملاك مظلومة لكن هيرجع لهم حقهم وإحنا بناشد معالي رئيس الوزراء أن يرسل مشروع قانون لمجلس النواب نيجي للمؤسسة الأخيرة اللي هي مؤسسة مجلس النواب مجلس النواب حاليا مطالب زي موعدنا رئيس لجنة الإسكان أنه هو طلب من فخامة الدكتور رئيس مجلس النواب أنه هو يناعش العضية في المجلس على أساس أن المجلس يقوم بدوره وإحنا مستنين كل هذا أحنا مستنين الحكومة نملة واحد تتقدم بمشروع وإحنا برضو أنا أقول معلومة لحضرتك أي قانون هتتقدم به الحكومة إحنا مفقين به نيجي للمجلس النواب مجلس النواب وسلمني الوحدة بعقد جديد أنا بس هوري لحضرتك حالة وسيطة جدا آه هقوله بحضرتك حالة وسيطة جدا تفضل ويريد بعد إذن حرفت قراه لو سمحت تفضل ده يا فندم ده يا فندم المهندس صلاح حصاب الله صلاح حصاب الله بيه ده كان وزير الإسكان نعم شوف يا فندم بيقول إيه إيرى بص حضرتك بعد إذن معانيك الجملة الأخيرة دي رفض المهندس صلاح حصاب الله وزير الإسكان الأسبق مقترحات وزارة الإسكان لحل أزم القانون لإجاراته القديمة وقال إن قانون تحليل علاقة بين الملك والمستأجر موجود في أدراج الوزارة منذ 15 عاما ولا أحد يريد تطبيقه كشف حصاب الله في حواره مع برصة إن هذا القانون كان السبب الرئيسي في خروجه من وزارة الإسكان في عام ستا وتسعين عندما تولى جنزور يأس الوزراء من كم حاجة معلومة بسيطة إيه را كده التاريخ ده كان ده 29 مايو 2012 2012 2012 ولما معالي الوزير التكلم قال 15 سنة 27 سنة وإحنا عاديين نتكلم في القضية فكفاية كده قوي 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 خلاص كده يعني إحنا إحنا كملك بن طالب ده حالك مأجر كم واحدة؟ لا لعنت 28 وحدة 28 وحدة الإجارات وصلة كم عندك؟ إجارات عندي ثلاثة جنة وربعة جنة قال إيجار أنا مخدش إيجار منطقة إيه؟ والدي نعم فندي منطقة إيه؟ منطقة المعادي ومنطقة بدينة نصر أنا يا فندي ما أقول له أنا أقول له حريك حاجة بسيبك مصر بس يا فندي أولا دي فتوى فتوى من الدكتور نصر الدين واصل إن القانون حرام أولا حريك حاجة بس شوف يا فندي يرضي ربنا عقدك 68 وستين قرش 187 قرش أهو يا فندي ما هو 187 قرش وعد عد عد ده سنة ستة وسبعين طب 187 قرش يرضى ربنا الكلام ده لغادي لوقتي يتفحوا إحنا فندي ما بنخدش إجارات تمام يعني أنت أنت يا عمر بيه وأنا هوجه كلامي لسيادة الرئيس عفتاح السيسي يا سيادة الرئيس يرضى حضرتك أن أرامل الملاك وشيوخ الملاك يشحطوا ثمن الدواء يا فندي يا فندي يا فخمت الرئيس إحنا وصل بنا الحال أن إحنا بنشحط ثمن الدواء يا فخمت الرئيس بناشد ما عليك أن التعليمات حضرتك الرئيس الوزراء يتنفذها ورئيس الوزراء عايزين نشوف إيه السبب أن الحالك مش عايز تقدم بقانون يا عمر بيه الوضع والله والله تاني الوضع كارثي من الملاك وبعدين إحنا ما بنشحطش إحنا بنطالب حقوق مستحقة من سنوات بصرف النظر بقى عن بعض الحكومات الأولينية أحبت تعمل شعبية على حسابنا أو ناس تانية عطلت القانون لأسباب شخصية إحنا من الجارة أشكرك وعد لك يا مجددا انت فضل سيادة قلت لحضرك الأربع حالات اللي بيها المالك المؤجر بمستولع الحقوق كلها تالت ومتلت نيجي بقى المستأجر المستأجر دفع خلوة حرام دفع قيمة إجرية زي ما المؤجر المالك عايز وأنا واحد من الناس اللي أنا معايا ورقي بيقول كده زي ما هو عايز ودون أرقاب عليهم الدولة أو التأميناء أو العوايد أو ما حضرت خذت شقة كهنة أنا عن نفسي أخذت مكان التشطيب وبتاع ده غير إيه غير أهم حاجة تعديل القانون من اتحاد الملاك لاتحاد الشغالين غزبنا عني لازم أقطع صيانة ولازم أطفع ترميم ولازم أطفع قلمة عقار الدولة عملت لي إيه شوف الدولة عملت إيه للمالك المؤجر واحد دين تتربعة دي بال بالعكس الدولة أو القانون قدى للمالك المؤجر في حالات معينة في حالات معينة إخلاق العين إزاي وطارد المستاجر إزاي في الوحدات التجارية إزا ما كانش للمستاجر ورصة من نفس النشاط أو ورصة دولورصة من غير ورثة الورثة ورثة ورثة نفس النشاط يقول مع السلامة ويروح حالة ابقلو ويروح حالة التشريف ويروح حالة كل شيء بمغ Va. المستاجر الضعيف الطرف الضعيف اللي حاولها يقول لا يأخذ جنيه كلاكم ما يرى نفسه وضحيه المالك والمستاجر لا 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 لاbra في محل النظر وجد نظر محل النظر وجد نظر محل النظر المالك المؤجر خد كل حقوقه وعايزي اتشرحني انا هقول لها حضر لك حاجة سبب المشكلة دي ايه لو حد تطرق لها صح لو حد تطرق لها صح العرب الاجانب الموجودين في مصر معهم دولارات معهم فلوس القانون الجديد اللي هما بيقول عليه قانون الجديد المستاجر محدد في سنة ولا سنتين وثلاثة يقول لها خد فلوسك واطلع علشان خاطر في مستاجر سرداني او مستاجر سوري حيطبع عشر و خمستاشر هو ده اللي مؤلع هو ده اللي بدولع الدنيا ان انت يا ابن البلد بره في الشارع ويجي الاجنبي وانت مليكش حق ينفع ما ينفعش لو انت وطني ومصري وبتحب بلدك ما ينفعش فين بلدي وفين خير بلدي ازاي انا انت تمشين تمشيني بلاش تمشين محل تجاري انا عندي اربع محميل يروحوا فين مشيت يروحوا فين المحل التجاري وانت لو وصلت الشقة مش هتفتح الشقة تانية ما فيه من اين زي اي محمي دي زي اي محمي من اين من الاضايل اللي حاكفت عملت من اين انا عن سبعين سنة وخمسة واربعين سنة محمي ومن اين كده عملت خميرة حلوة لا يا رايز خميرة ما خلصت خلصت منت عارف ان اي خلصت حنضحك على البعre فالمؤجر الملك خد حقوق كلها والمستأجر هو الطرف الضعيف المسكين ايه هو الحل في تصورك للقضية دي ما فيش خضية ما فيش خضية اصلا ما فيش خضية اصلا ده هي فرقعة عشان السودانين ومسوريين جمب السودانين ومسوريين كان لسه بارح ما فيش خضية لا 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 ده هو هي دي البداية التجار عقارات تجار عقارات لو بس منهم ناس في الادارة من ناس برى الادارة وناس في الاعلاميين وهم دور الصماليين معهم فروس انا معيش فلوس عشان اطلع في التلفزيون وهجسوا الكلام انا مطلعك في التلفزيون اهو معلش ادي عقارات مطلعك حضرك اصحاب العميق عقارات والملك العقارات بقولك العقارات وشركات المؤولات بيشتروا لليهود وسط البلد انا عادي تقول كلام يعني يكون منطقة شوية ده مش موضوعنا الوقتي انا بس احضرك سؤال بس احضرك سؤال الوقتي 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 هل حضرك نفس السؤال سألتلك قبل كيف هل حضرك شايف ان القيمة يتفحها اي مساجه مش حضرتك اي مساجه في الإجارة القديم هي قيمة عادلة وان الوقتي المالك يقولك زي ما كان بيوجه النجاة السيادة الرئيس بقوله انا مش لاقي اجيب قيمة الدواء مش لاقي اجيب قيمة الدواء انا سبعين سنة ومحامل ناقض وعنده ربعين مش لاقي اجيب قيمة العيش ايه رأيك طب وفي غير حضرتك من القادرين عنده شقة وقفلة 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 وبني عمارة كمان حلو احنا قولنا حلها ايه ما انت عندك قربة حلول اه ما انا ايه اللي حضرتك ما انا حضرتك بس اواضح ان ما اخدتش بالك قدت القانون ادى للمالك المؤجر واحد نين ثلاثة اربعة من ضمن الاربعة المنتهين منتهين ان انا كمستاجر لو عندي شقتين المالك يخوضت شقة ايه يخوضت شقة ايه يخوضت انعرفت اسبت ده ما لا بسهل اثبات ما لا ممكن اكتبها باسم ابني باسم ابنتي باسم شقةين اسم راتي لا ما هيبقى محتاجها لا انا لو عندي كمستاجر حضرتك غير الشقة الموجود فيها شقة انت دين انت موجودة باسم حد من العيال اسم حقه طيب ماشي بانت انت بتتحيل على القانون البات لا ما بتحيلش انا ما بتحيلش اجيب شهادة اجيب شهادة من الشامات العقار من العواية انت كمالك او كماجر مش هقولك تعمل ايه مش شغليك عن شغليتي تيجي وتدفع التعب ويقولك تحلها ايه اصدق سؤال اصدق سؤال لو ان حضرتك ما انا سؤال معك اهو مش مع احد تاني لو ان حضرتك المالك وعندك عمارة كاملة فيها 28 وحدة واقل او اكثر ايه وحضرتك ما اجر لعمر الحنباني شقة بعشرة جنيه مينمت سنة حل وإلى الان حضرتك بتاخد العشرة جنيه دي هل حضرتك راضي كمالك لا حقولك بقى سبسان كمالك انا اه لو انت مالك كان مالك زي الشرق اوتوبيس وشغل عشر سنين واستهلك اه وتالف وانفياش يا سيد مش لازم بنفس القرية تاعت النهاردة يعني لو شاء جنب من خمس تلاف خليها بقى لفيه ساعدتين سؤال ساعدتين سؤال ساعدتين سؤال اجاوبك فضل حضرتك دلوقتي انا كمالك عقار قديم واقجرته خلاص حل الجنيه او مئة وثلاثين قرش اللي زادوا عمضان السنين الغطن السنة دي مش مئة وثلاثين هو ده عقد قديم مع احضرتك بذولت يسوي قمتهم واستهلك خلاص لان انا لان هو كمستأجر هو كمستأجر هو الحريص على السنة العقار وتنجيزه اما انا بغط فلوسي وبس الفلوس دي كان ليها قمتها وقتها هنضغر الله خمسة جنيه ما تسويش مع انك بسوار خمسة دي دهب قبل ما خلقت تتولد طب ارجع الادارة ارجع للدولة قول لها دولة تما في نقطة انا ممكن لو انا مؤقجر شائعة من عشر سنين عفوا عفوا لو انا مؤقجر شائعة من عشر سنين من عشر سنين اهو هل الجنيه من عشر سنين فاتوا زي الجنيه من اذا مانا جاه لحضرتك دي مسؤولت امين لا انا بيتكلم ع نفس القياسي ابتكلم ع نفس القياسي مع مو半اء ومع زاجن تير جر بزيد اهو مانا جاه لحضرتك اهو ارجع انا كمالك accounted الندولة اتعوضت انشا اعمل صندوق تعويض الملاك خلاص أنا كان عمواح شخصيا هقول للدولة ملكيلي بالسعر اللي هو عايزه أشكرك أساس عمر فيرسالة أنت نهاردة اللقاء كله رسائل طبعا أنا رسال للدولة لتلاتني جدا مش هجيب نتيجة أصلا قلت أخليها رسائل لا لا ما شايفة المهم إحنا نتعشم أنا عالش صوت راجل سكرة أوعى تنسى في الدولة المصرية ترجح حقوق أصحاب الحق أنا هطلب من الحالك حاجة أخيرة إيه رسالة رئيس عفتاح سيسي بيقول إيه معلش يقرأها قدام المشاهدين بعد إذن كم ده أنا عرضت المقطع في سيادة الرئيس في اللقاء الماضي نحن هناك قيادة السياسية ومطلب تنفيذ تعليمات سيادة الرئيس بس في حاجة نوجهها للناس كلها اللي محدش يقولي مستعجر فقير مستعجر فقير أنا المستعجر الفقير ده يا فندم اللي النهاردة القانون بقاله 70 سنة هو تولد المستعجر الفقير حتى يعني لو فيه نسبة بسيطة جدا هل المستعجر الفقير ده طلع مالهوش ابن يقوله مالهوش حد يقوله غير الملك لا 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 يا فندم محدش يقول كده لا 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 سيادة الرئيس عفتاح السيسي المشغولات الكبيرة اللي هو فيها موضوع زي موضوع قانون الإيجاري القديم ده موضوع بالنسبة له حاجة سنوية يعني لكن اتكلم فيه ومش عايزين نشغله أكتر من كده احنا المطلوب من السادة هو بالمجلس مطلوب من معاري رئيس الوزراء ينفس تعليماته مطلوب حقوقنا مطلوب عالم يبقاش أنا مالك ومش لا أكل يبقى معايا ملايين وبقاش حتى من الدواء فين الإسلام اللي قول كده فين العرف اللي قول كده فين يا فندم الإنسانية اللي تقول كده فين الإنسانية لما أنا أخش أجزخانة أجيب دواء وأنا مش لاحة دواء ونفس الأجزخانة ده بتكسب بالألاف ويديني إيجار خمسة وستة جنيه فين يا فندم مين اللي يقول الكلام ده يا فندم خلاص احنا وصلنا لمرحلة إلهي الانهيار يكفي أن أقول له حضرتك ملاك العكارات وصلت لمرحلة الانهيار وما بعد الانهيار وما حاش يتكلم في أي حاجة تانية إحنا حقوقنا ستة حقوقنا ستة بالتاريخ بالأولاق الرسمية بكلام الرئيس بكلام مجلس النواب بكلام سيادة الدكتور رئيس لاجة الإسكان سابت بالأدلة الكافية إحنا خلاص يا عمر بيه رسالتي لمتخز القرار يا سادة ملاك العكارات في حالة انهيار كل المطلوب إن إحنا يرجع لنا حقنا عشان نقدر نعيش منه إحنا عندنا عرامل يا عمر بيه مش لقي أن تاكل عندنا ملاك مش لقي أن تاكل أنا أقول لك حاجة بسيطة جدا جدا راجل اسم الشيربيني والواقعة دي حقيقية ويمكن هو هيسمعني الشيربيني ده ده يا فندم راجل عنده مؤنجر لمحل عطارة محل عطارة داخل بكام أجره 25 جنيه محل العطارة ده يوم ما يكسب النهاردة يكسب له خمس ستلاف جنيه يومي وبيزلوه هل مصر ترضى زلل الملك ده اللي بيحصل يا عمر بيه أكثر من كده تاني عندنا المدام مدام منال مدام منال تمتلك حوالي يعني عشر خمس شر شقة مش لقي تاكل نسبوع الفاتح تصل بلا تقول شوفي الشغل هل الرئيس عفتاح السيسي يرضى الزل والقهر اللي احنا فيه لا 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 أنا 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 لسه هكررها تاني سيادة الرئيس احنا عارفين مشغوليات سيادة وعارفين المرحلة اللي احنا بنمر بيها لكن يا سيادة الرئيس خلاص كده ويا سيادة الرئيس ويا سيادة الرئيس الوزرة بعد إذن ما عليك حقق مطالب الملاك بنهاء القانون وبعد إذن ما سيادة الرئيس معالي رئيس الوزرة احنا عايزين وعمر بيه حد يطلع مسؤول يقول فين المشكلة وحنا نساعد فيها نساعد ازاي يعني أنا عايز دلوقتي احنا احنا كلامنا مع رئيس مجلس النواب وزارة الإسكان نعم حد مسؤول يطلع يقول احنا عندنا مشكلة كذا كذا وتمنى الملاك تساعد فيها نعم تساعد ازاي احنا عندنا خيارات كتير بس يقعد معانا إنما تعمل حوارات مجتمعية وإعلانية كتيرة جدا في السنة الماضية بس يا فندي احنا آخر لقاء في وزارة الإسكان كان من 15 سنة ما حد يقعد معانا أبدا احنا كل اللي بنعود معانا لقاءات غير رسمية مع رئيس لجنة الإسكان مشكورا بيقعد معانا عادنا معا أكتر من مرة نعم وبنعود وانا مش عايز أقول كلمة يعني إن رئيس مجلس رئيس لجنة الإسكان ده راجل عايز يخلص لكن في حد مش عايز يخلص في عراقل أشكرك في آخر دقيقة معنا في اللي قام بتتود أن تقول دقيقة تفضل تفضل مطلوب إيه ما أنا بقول لحدك لك هتعليق على ما تفضل بيلو أستاذ مصطبق تتعليق إيه دولة ناس خدوا فلوسهم مصطبق لما خدوا فلوسهم خدوا فلوسهم ما أنا بقول لحدك معانا مشاندات حدريق ضميرك مرتاح نحيتهم مش ضميري مرتاح ده أنا بقول حقول لك إيه حقول لك إيه فضل ما منفعش عايزين بقى الحل ديهم يرجعوا اللجائين بلازهم إيه المشكلة للوقت ده بداخل سلوك في بعض إيه هي القضية مساعدتها هي دي هجان بتاعهم ودي قضية مساعدتها هو دي هجان بتاعهم إن هم بيأجرين حدريق عندك خلط في هذه القضية وإنا احترمنا لإخوانها العرب اللي منورين وصل لا لا ما يتنورش مصر على حسابي وإنت عايز تطلع أصلا مش عايز تطلع أطلع ليه مش عايز تطلع أطلع ليه مشكلتك فيهم مشكلت بقى إن الضارة ترجع خيمة الجنيه بس خلصت عجيب خلصت خيمة الضارة ترجع خمسة جنيه أشكرك بس خلما أخير فضل بعد إيهزنا حضرتك فضل الدولة لازم تراعي الإجراء العقارات ما فاعس سيارة وبتنهار إحنا من الصيطون وإحنا بناتوا على التغليل وإحنا بناتوا على الترميم وإحنا المسترجين وإحنا المسترجين بكلمة بعد إذا حضرت أصحاب المصطحي يا أصد عزد وأنت من أخوانت أنت توقع البات من فضل حضرتك ما تتكلمش لما وجترك شكل عب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ألقاكم في لقاء آخر السلام عليك الله أهل